موسيقى 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 القادية عبدالسلام ود تتعلق بحادثة عرضي كان جمعه بصائق الحافلة المولودية الوجدية هو الآن فترة نقعها غادر الفرح عن طريق الطائرة لأنه يستحمل أنه يمشي مدة طاولة بالنسبة للحافلة هو ما عنده حتى شي مشكلة مع إدارة الفريق كيعتبر بأن الأمر هو حادث عرضي كما كيطرف جميع الأماكن هو مستعد العمل وفق البرنامج وفق التعاقد اللي عنده مع إدارة الفريق وكذلك يعني هو من جهته ما عندهش مشكلة في التواصل ربما هيكون اللقاء إن شاء الله مع المسيرين في الأيام المقبلة ويكون تقارب الوجهة النظر في عمل الفريق الآن يعني ما كين لا لا ترفع ولا ولا أرضية قانونية لأنه لحد الآن احنا ما عندناش ما عندناش شي خلاف قانوني لحد الآن مع 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 الإدارة المولودية كين يعني كان نزاع شخصي فقط ما بين السائق ووادوك نظر طريق دياله الحل الشي اللي كان هو عنده يعني هو يبدو يشتغل بإيجابية وفقط يطلب أن تكون له ضروف يعني متوفرة للعمال وكذلك فقط يعني الأمور اللي التزموا بها في إطار يعني البرنامج اللي يجمعوا يتوفروا له وما عندن مشكلة لمع رئيس الفريق بالعكس الذي يحترموه وكيشوف بأنه ربما عنده يعني عنده رخبار من أجل يعني الدفع بالفريق ودوما هو كذلك يعني هو كيبغي يشتغل بإيجابية كي تشاوى مع الطبيب دياله وبنية كل حالة دياله يعني يزيد في الأيام المقبلة وهي رجع التداريق دياله